كما تفقد معالي الشيخ شخبوض بن نهيان الانهيان وزير دولة ووفد دولة الإمارات المرافق مستودعات المساعدات الإماراتية الإغاثية الموجهة إلى قطاع غزة في مدينة العريش في جمهورية مصر العربية وذلك ضمن عملية الفارس الشام ثلاثة الإنسانية التي كان قد أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة والتي تأثي تجسدا لمواقف دولة الإمارات التاريخية الداعمة والمساندة للأشقاء الفلسطينيين والوقوف بجانبهم خلال الظروف الصعبة التي يواجهونها واستمع معاليه والوفد إلى شرح من مسؤولي مستودعات المساعدات الإماراتية حول آلية التعامل مع المساعدات تمهيدا لإدخالها إلى غزة فيما شارك الوفد في تعبئة عدد من صناديق المساعدات الإغاثية